عود مستشفى الثورة العام بتعز فتح أبوابه أمام المرضى واستقبال الحالات الطارئة بعد يوم من تعليق العمل بالمستشفى احتجاجاً على اختطاف أحد الكوادر الطبية على يد مسلحين مجهولين وأكد مدير عام مكتب الصحة بمحافظة تعز أن المستشفى يستقبل الحالات المرضية من مختلف مناطق المحافظة ومن جرح الحرب من مختلف الجبهات مشيداً بزيارة قائد محور تعز اليوم للمستشفى والتي قال إنها تمثل دفعة معنوية للكادر الطبي وتعكس مدى اهتمام القيادات بتعز بالجانب الصحي في المحافظة من جانبه أشار نائب مدير المستشفى الثورة العام بتعز دكتور أحمد الدميني أن الجرح بحاجة إلى دعم الجميع وأن المستشفى يقوم بتقديم خدماته على أكمل وجه مشيراً إلى أن توفير الأمن للعاملين بالمستشفى أولوية منوياً إلى أن قائد الشرطة العسكرية كلف بمعالجة هذا الموضوع مثمناً في السياق زيارة قائد محور تعز اليوم للمستشفى واجتماعه بالمسؤولين والكادر الطبي بمقر الهيئة هذا يقدم خدماته بكل الإمكانيات بكل الظروف الكادر الطبي هنا رغم كل العوائق ورغم كل الاختلالات الأمنية لا زال يؤدي دوره بكل إخلاص لدينا مشاكل أمنية هذه المشاكل الأمنية نتمنى أن تأخذ أولوية بحلها بأسرع وقت لأن هذه المشاكل الأمنية تعيق العمل الطبي وأيضاً تجعل من العمل في هذه الظروف صعب ولكن إن شاء الله سنحاول أن نتغلب على هذه المشاكل وسنحاول أن نحلها بشكل قدري اشتركوا في القناة